فأنا كأني عم شوف انه الشخص اللي انتو معه كأنه عنده سفر قصير لانه طاقة السفر طلع لكم وكأنه هالشخص اللي انتو معه عم يعمل شغلات من وراكم فطالع عندي طاقة الساحر وكمان ممكن يكون في عندكم اولاد لانه طاقة طالع عندي في اولاد هون في ناس متزوجين في اولاد ثاقة الساحر يعني اللي بيلعب مبين عندي انه في طرف تالت موجود معكم كأنه الشخص اللي انتو معه عنده علاقة مع واحدة تانية او العكس عنده علاقة على حسب الشخص اللي بيشوف الفيديو هو بتحاكي حدا من وراك او هو بيحاكي عم شوف في مشاكل عند ناس في اوراق بيناتكم بيناتكم وكأن هذا الزواج ما مر عليه وقت طويل بس في علاقة يعني بشوف علاقة ثلاثية موجودة بالموضوع كذلك عندي ورقة طالعة يعني طالعة الانتقال من بيت لبيت ما في انتقال الورقة طالعة عندي مقلوبة يعني في مشاكل كأنه زوجك عم يعمل شغلة من وراك حرام هالشخص هذا انت رح تسمعي اخبار جميلة او جيد عن هذا الشخص لاني بشوفك هون انت عم تدعي تدعي له بالتيسير بس الشخص اللي انت معه كأنه غاوي مشاكل كأنه في شخص بيناتكم هالانسانة ممكن تكون واحدة حلوة وبيضة وكمان في عنده فلوس كأنها بدها تأخذ مكانك وكأنها هي سبب هالمشاكل بس عندي هون في اخبار حلوة رح توصلك لانك انت عم تدعي عندي انت عم تدعي الله مشان هالشخص ومشان يحل هالمشاكل اللي بها العلاقة التولاتية بس ما هو مبين عندي انه يعني مش راجل متزوج باتنين كأنه في طرف ثالث موجود عم شوفك عم تدعي الله مشان هالعلاقة ومشان يكون في عدل انت عم تطالبي بالعدالة لكي تحافظي على بيتك ويرجع لك زوجك مثل ما كان بالأول بدي اكيد تشوفي انا قلت خليني يشوف شو رح يطلع معي طلعي شو طلع عندي طلع عندي في واحدة عم تعمل فتن وعم تطلع على عتبة بابكم وكمان هالرجال كأنه عم يعمل مشاكل عم يطلع عليها في ناس طالع عندي كأنه ازواجهم برا وعم يعرفوا وراهم مرة تانية كمان في ناس عندهم انتقال من بيت لبيت ولكن حب بشرك انه في عندك في استجاب الدعوة في دعاء هم شوفوا في استجاب الدعوة كل شي رح يصير منيح بس حب بشركم انه عندكم استجابة دعوة وفي عندكم انتصار رح يكون عندكم انتصار كمان في عندكم اخبار حلوة رح تسمعوها واللي في عنده اوراق يعني معكوسة فيها عكوس او شي الامور رح تمشي مزبوط كذلك في موجود عندي مشاكل حكومية رح يصير فيها رح تتيسر الامور شيء اللي ماضح عندي ان هون عندكم Mick دعوة ستستجاب كذلك عم شوفوا الناس وصلوا للمحاكم برغم من انه امور ياني هي الشخص البيناتهم ف Suddenly بس كانوا الوصلوا للمحاكم الامور رح تكون منيحة لانه فيها والتخبار podemos أملح برؤية الاخبار الجميلة طالع عندي ورقة الأخبار الجميلة طالع عندي في زواج كمان الناس اللي كانوا متزوجين ونفصلوا في عندي ورقة انه رح ترجعوا لبعض كون وكمان عندي ورقة الحظ طالعه لالكون هذا كان بالنسبة للناس لهالقراءة اللي طلعت لي هالسيناريو اللي طلع الأول الحين اشوفكم على خير الحين رح اعمل القراءة العاطفية للبقية للسيناريو التاني المرتبطين او المنفصلين الارامل العازبين القراءة العاطفية اكيد لبرج العقرب لشهر اغسطس قراءتك عجيبة لبرج العقرب فاحنا يا برش العقرب حنشوف اخبارك ايه اخبار الحبيب ايه وانتو اللي اثنين حاسين بايه واحوالكم ايه خلص فانت طالع لك كارت العقرب رح اقرأ كروت النصيحة لانه عنده علاقة بالقراءة بيقولك انت محتاج تسيبها على ربنا لانك بتفكر كثير وكمان في عندك كارت تاني بيقولك تقدم لانه انت مش باسس حواليك انت مش قادر تشوف بروحك الداخلية ومش قادر بهالسبب هذا تفهم الرسائل اللي بتوصلك فكمان طالع عندي كارت بيقولك انت المعجزة لان ربنا خلقك في شكل جميل وحتلاقي المعجزة فقط عندما تتركها على ربنا يعني انت هتلاقي الشيء اللي بدك ياه بس عندما ستتوكل بشكل مطلق على ربنا كذلك في عندك كارت بيقول اي حاجة مجيعة لهواك يعني اي حاجة مجاتش على هواك ومعطتكش السعادة يعني مش مديك السعادة ابتعد عنها لانها مش هتخدمك كل وقت فانا شايفاك يا برج العقرب انك عاوز تعمل رجوع مع الشخص دا لانه واضح انه سابك و رحل او سافر شو مشكلة طاقة السفر عندك يا برج العقرب يا برج العقرب صار طاقة السفر للمتزوجين طلعت لورقتين من اول القناة ما علينا سوف تكمل لانه واضح انه ممكن يكون سابك او رحل على شغل او سافر بصراحه الشخص دا بيفكر فيك اوي وفيه خطط في باله مشانك وبيحبك كمان بس هو عايز وقت عشان كل حاجة تكون متوازنة واضح عني الشخص دا انه يحبكها شوية كذلك طالع عندي انه كأنه شخص روحاني جدا وعايز يدور على حقه كأنه بيدور على التوازن على العدل وحقيقة هو شايفك يعني بيشوف انه قلبك مكسور صراحة لانه بيشوفه انه شخص روحاني جدا كمان بشوفه انه حدا بعد عنك وحاليا انتو مبتشوفوش بعض يعني بشوف فيه مسافة فيه تباعك بيناتكم لانه طلع له كارتين في هالموضوع الشخص دا يا برج العقرب كمان قلبه مكسوف وكشايفك كمان مكسور وزعلان وحزين وانت زعلان كذلك واضح انتو اللي اتنين قلبكم مكسور ممكن تكونوا مكسورين من بعض او من اماكن مختلفة بس الشخص دا يا برج العقرب بيحبك حب حقيقي وهو حاليا بيصلي وبيعمل ميديتيشن عشان يطلع من كسرات القلب رغم انه بطيء لانه بياخد وقت بيحب بياخد وقته في الشغلات بالتفكير اما اذا كان هذا حب جديد فانت يعني حب جديد لسه من فترة فانا شايف انه انت حاسس انه الشخص دا مش مهتم بيك وبيخدعك لانه طالع عندي ورقة في درب في الدهر لانك انت شايف انه هو اللي بيدربك في دهرك برد النظر انك شايف انسان مسكين وضعيف ومش مفهوم ومش واضح كمان ممكن تكون شايف انسان بيشير جواه كتير وما بيتكلمش وبيخبي انا بظن ممكن يكون محتاج مساعدة لكن هو ما بيبينش وبيعمل حاله جامد وقوي وكده بس هو باين انه بيحبك ولكن هو لابس المص كده عشان ما يبين لك ومكشي مشاعره كذلك انا شايفك يا برج العقرب انت مهتم بحياتك ومركز بانجازاتك وحياتك وعم تعيد اوراقك بس كمان بشوفك في عندك حنين لهذا الشخص وعايز تنقذ هذا الشخص كمان كذلك كأنك محبط او يائس وبتفكر كثير كأنك بتقول انه الانسان ده مخبي عني حاجة بيعمل حاجة من ورايا لانه فعلا الشخص ده بيستخبي وبيحاول لم يشوفكش كأنه عاملك بلوك يعني ممكن يكون عاملك بلوك او قافل عليك السوشيال ميديا اهه او ممكن يكون هو مش عاملك بلوك بس ما بيعرض شي حاجة في حساباته يعني هو موجود بس ما بيعرض شي في السوشيال ميديا ولكن عندي فعلا هو متباعد وانت ما كتشوفوش لانه هو مشي للامام فممكن يكون سابق او نقل لمكان تاني لاني بشوفه فعلا مستخبي هو شكل زعلان وكمان قلبه مكسور وهو كذلك عارف انك انت الحب الحقيقي ولكن هو زعلان لانه هو كمان قلبه مكسور صراحة انا عم شوفه الشهر ده هيعمل هيعيد حساباته وهيعمل السشباء وحيكون ده الشي اللي مركز عليه وحيقضي وقته في الصلاة والتبكير والميديتيشن ولكن انت يا برج الاقرب محتاج متفكرش في الماضي كثير لانه في طلعة عندي ورقة بتقولك انت نفسك المعجزة كيف ممكن تتحل المشكلة هذه واذا ممكن تتحل او لا فاجتك رسالة يا برج الاقرب بتقولك ربنا بيعمل المعجزات وانت نفسك معجزة يعني بظن ان الورق دي ما طلعت لك كش صدفة كمان طلعت لك ورقة بتقولك كل حاجة انت محتاجها واي شي انت محتاجه فقط لازم تسيبها على ربنا لتقاب ومتحاولش تتفكر في النتيجة بتاع الموقف ده هتكون ايه تيب الموقف ده على ربنا هو حيدبرها يعني انت ما تعدش تتفكر الموضوع غينته بايش ولي رح يصير لا الموضوع غينته بالطريقة اللي ربنا حيشوفها مناسبة فارتاح والامور هتمشي كما تريد لما انت مش هتفكر في الامور دي هتنتهيب ايه هنا بيقولك انت لنزم تتق في روحك الداخلية عشان الرسائل اللي تأتيك التي تأتيك من ربنا او الملائكة تقدر تعرفها الرغم من اني شايفك هنا في طاقة الـ يعني انت عاوز ترجع للشخص ده ولكن انت شايفو انه مش للامام متباعد او نقل لمكان تاني يعني ممكن يكون راح لمكان تاني فممكن تكون شايفو عين دي لحد ما بس كمان انت شايفو انسان ضعير وحاسس انك انت قلبك مكسور يا برج العقرب على فكرة انت فاهم الشخص ده بشكل مضبوط فانت فاهمه منيح ولكن هو حاسس بك ومش فاهمك لان الانسان ده حياته متل خبطة كتير واضح انه واخد وقت بيحاول يعيد تنظيم حياته يعني هو حاليا بيفكر في كل حاجة يزبط كل حاجة في حياته وينظمها لانه هو داخل في مرحلة التوحد مش بسببك انت وهذا مش بيعني انه مو بيحبك الشخص ده بيحبك بس هو عاوز يعيد حساباته ويصلي ويعمل ميديتيشن ويعمل شفاء لنفسه هو شايفك انك زعلان منه وشايف انه مش الوقت المناسب عشان تعمله توافق الشخص ده بيظهر انه كل شي تمام كل شي مزيان زعمه فكأنه انتو اصلا لما التقيت وكان البكو مكسور انتو اللي اثنين يعني ممكن فالشخص ده دايما هو على طول بيبين انه كل شي منيح كل شي جيد يعني انت بتسمع انه كلام منيح كويس بيضحك ولكن حقيقة هو قلبه مكسور بالرغم من انه يبين العكس فخلال هذا الشهر الشخص ده جياله حاجة منيحة انه حيبتلي فكر مضبوط وحيعمل شفاء من هذا القلب المكسور كمان هو حيكون عايز فرصة معك طالع لي ورقة انه حيحلم بك خليني شوف شو حكاية الورقة الشخص ده حد جيه فرصة انه يتخلص من البعاد اللي بينكم وبصراحة طلع لي ورقة انه حيحلم بك صح فالشخص ده صامت طالع عندي صامت فممكن تكونوا عم تتكلموا روحيا او فيها واحد منكم بيعمل تجاذب بالطاقة لانه الشخص ده حد جيه رسالة في الحلم انه يتكلم معاك وحيبقى في بينكم تواصل فهو يمكن محتاج مساعدتك او انت محتاج مساعدته فانا شايفاك يا برج العقرب انك هتكون متوازن وحتمد ايدك للمعونة للشخص ده هتعمل توازن هتعمل كده لانك شايف انه الشخص ده متل اخبط وحياته متل اخبطها اما اذا كان الشخص ده زوج وزوجة وفي بينكم مشاكل حول ماديات مثلا حضانة اطفال نفقة فانا بشوفك انت اللي هتزبط الامور يا برج العقرب او حتى اذا كنت مرتبطين في دائقة مالية هو حزين وانت هتساعده طال عندي انت طيب يا برج العقرب كثير انت هتساعده في حاجة عشان الازمة اللي هو عمل مر فيها انت هتعمل هذا الشي برغم من انك حاسس بشوية احباط نفسي من هذا الشخص واخد على خطرك منه انه مثلا موضحش الامور من البداية او ممكن سابك ومشي اختفى فطال عندي انك هتعديها وحتكون كريم اما اذا كانت بينكم مشاكل مادية فانتو هتتفقوا والاتفاق هيجي منه اكتر يا برج العقرب اما عاطفيا ففي حاجة هتصير هتخليه ينتبه ويفوق ويعيد التفكير صح وحقيقة الشخص دا بيحبك اوي وحيبقى بينكم توافق هتشوف لك هتدي الكاف كمان اخبار الجميلة طالعلك تخلي الحب يزيد وينمو في كل مكان باين ان الشخص دا شايفك الحب الشخص دا شايفك الحب بس انا بشوفك كأنك انت شايفو انه خدعك كأنه عمل شي زعجك زعلك بس الورق بيقولك اذا كنت مستني الحب الكبير الحقيقي فدي فرستك فترك الحب يتجلى لان الوقت ايجى عزان تستمتع بالحب بتقولك اسمع لروحك الداخلية واسمع لقلبك واتبع الخطوات اللي هتجي لك وانت هتكون سعيد فانت محتاج تطلع من التفكير من التفكير بالخداع وتسامح نفسك واللي حواليك لاني دا الحب الحقيقي اللي انت مستنيه باين عندي انكم هتتفقوا لكن بالاكدر الاتفاق هيجي منك يا برج العقرب برج الجوزاء برج الميزان هذول واضحين عندي كثير عندي في طاقة كبيرة طاقات مائية يعني انتوا ازرق بس في طاقة مائية كبيرة طاقة ترابية تور عزراء جلي يعني ممكن يكون في طاقات تانية بس هذول الطاقات المبينين عندي يعني هذا اللي شيفاه فربنا معاكم يا برج العقرب قولوا لي ايه اللي حصل انتوا ليه قلبكم مكتور وربنا معاكم واشوفكم على خير وما تنسوش تعملوا الاشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجلاس حتى ان يوصلكم كل جديد واشتراك في القناة